قبل ما نبدأ الفيديو ياريت فعل جرس التنبيهات ضروري علشان في ناس كتير بتشتكي ان الاشعارات مش بتوصل ليهم في جميع الدول ارجوكم فعلوا جرس التنبيهات او اتأكد ان انت انفعل جرس التنبيهات قبل ما نبدأ الفيديو اهلا بكم في قراءات مساء الاخبار واهلا بكل المشاهدين والمتابعين في القناة النهاردة فيه توقعات لليلة عبداللطيف كان لازم نقولها لكل المتابعين والمشتركين لبعض الدول العربية والتوقعات دي مهمة وخطيرة وفيها تحزيرات لكذا دولة اول حاجة بتتكلم عن كورونا وقالت بتطمن الناس ان وضعها هينتهي تدريجي لكن الموضوع محتاجش توقيت واللي مأثر في الموضوع ان الزهور تحور لكورونا فيه فيروسات متحورة دلوقتي طلع من كورونا وفيروسات جديدة كلها مصطنعة وكل الموضوع بفعل فعل لكن المطمئن ان حتى مع ظهور الطعون والملاريا والكوليرا زمان كانوا بيلقوا ليها دواء وكانوا بينهوا الموضوع فاكيد هيلقوا دواء للفيروسات دي والامراض دي وهي بتقول ان فيروس كورونا عبارة عن تجربة او عقاب من الله بسبب انتشار الشر والفسق والفجور في العالم اما عن توقعاتها لدولة لبنان اللي اتكلمت عنها في اكتر من مكان واكتر من حلقة واكتر من موضوع لان دي بلدها طبعا وتهمها قالت هنشوف في لبنان للأسف عمليات سلب ونهب بسبب الغلاء الفاحش وهنشوف مظاهرات بترجع في لبنان زي في ترابلس مش هيبقى المظاهرات محصورة في ترابلس فقط وعادة الاختيالات هتكون مستمرة ومش هتقف دلوقتي وفيه حرق والتكسير في المصارف في لبنان وفي كذا منطقة ومش الكلام ده مش هيبقى في لبنان بس احنا هنشوف الكلام ده كمان في اوروبا وامريكا بسبب انهيار الاقتصاد العالمي وهنشوف موجة من السياسيين في العالم العربي وفي امريكا واوروبا وراء القطبان بتحزبه وكمان في مصر والعراق واليمن والانظار والاعلام على الضحية الجنوبية لحدث ما في لبنان وفيه تنكيس للاعلام واعلان الحدد في لبنان لحدث ما لكن هي مش محددة بالزبط ايه هو السبب وفيه ضجة اعلامية كبيرة جدا هتطال احد القضاء البرزين وهتنسحب منه الحصانة وهيكون وراء القطبان وفيه مؤامرة خارجية وبمساعدة داخلية التوقع ده مهم جدا وتحزيري لكل الدول العربية ويريد كل اللي سمعني اسمع التوقع ده بتقول فيه مؤامرة خارجية وبمساعدة داخلية هتطال احد الرؤساء في الدول العربية او الاجنبي تقارب مصر قطري زي ما قالت قبل كده وفي المرحلة اللي جاية العلاقات هتبتدى ترجع لطبيعتها بالمصر وقطر وهنشوف ان شاء الله انجاز قادم من شعبة المعلومات بيصدم الجميع وهنقول هنيئا لشعبة المعلومات والله يحبيهم شعبة المعلومات يعني مخابرات في الابنان وايضا من توقعاتها قالت فيه هزة ارضية ستضرب دول الحوض البحر المتوسط وهتسبب حالة من الهلع والخوف عند الناس ونفس الكلام قاله مايك في غالي لو الناس مشافتش الفيديو ترجع تشوفه الساعة تمانية الصبح كان نازل كان بتكلم برضو عن زلزال وتسنامي في نفس المنطقة ولال عبداللطيف بتقول مزيد من الاستقالات من المناصب في كذا منطقة لبنانية وغير لبنانية بتطار شخصيات سياسية وهربهم خارج البلاد وفيه طيران الشرق الاوسط هيكون حديث الاعلام والناس لشيء جيد وان شاء الله فيه طيرات جديدة وحديثة لمطار ميدل است فيه صورة ستحدث في العالم هتكون صورة الاقتصاد والجوع ومظاهرات في كل العالم للأسف وفيه قتلة وجرحة في احد المطارات بالعالم ونشوف في احد الاماكن المقدسة هتكون مصرح للأعمال المؤسفة وفيها مشاهد قتلة وجرحة وايضا اتكلمت وقالت للأسف العالم سيشهد ظاهرة غريبة زي مشهد لحرق مئات الجسس وهتنقلها شاشات التلفزيون زي مرض التعور قبل كده زمان الموضوع هتكرر مرتين للأسف لكن مش عارفة فين وفي أي بلد نوع من الحشرات الغريبة هتكون زي الجراد في صورته وفي قطرته وهيكون سام وبينشر وبينتشر وبيكتاح بعض الدول فيه كرسة انسانية في إحدى الدول الأفريقية بتسبب حالة نزوح واسعة وممكن تسبب هجرة لكذا دولة والعميد جوزيف عون سيكون حديث الإعلام والناس بسبب إنجاز أمني كبير وهيكون قائد الجيش هو الآمر والناهي في الفترة الجاية وهنشوف ناس بتحيي الجيش اللبناني وخصوصا العميد جوزيف عون وبتأكد وبتقول إن الدولار هيتخطى عتبة الخمستاشر ألف ليرة في لبنان وفيه توتر بين أنصار حركة أمل وأنصار التيارة الوطن الحر وفيه رفع الدعم في لبنان عن بعض الأشياء اللي كانت بتدعمها الدولة وللأسف هنشوف تلوث في المياه في بعض الدول ده هيؤدي إلى قتلى وضحايا وفي المرحلة الجاية هنشوف تقارب سعودي تركي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان وأيضا اتكلمت عن محمد بن سلمان وبتقول إنه هو هيكون محبوب من كل الدول العربية والأجنبية والتاريخ يشهد بكلامي والصعودية هتستقبل بعض طلبات العمرة والحج ولكن المعادة بالضبط محددتهوش لأن الحقيقة فيه ناس كتير جدا من داخل المملكة أو من بعض الدول الخليج هم اللي هيكونوا محصورين بتلك الطلبات وبترجع الحياة الطبيعية داخل المملكة ولكن بشكل تدريجي وفيه حزن وحداد بيلف مرة أخرى في إحدى الدول الخليجية ويغطي الحداد مسافات كبيرة من الوطن العربي من الواضح إن فيه ملك من الملوك أو حاكم من الحكام الخليج هيتوفاها الله وثورة شبابية رجعة في لبنان ونشهد انقسامات وبلبلة داخل الأحزاب والكورونا في السعودية بالنسبة للسعودية شايفة إن الحياة طبيعية هترجع تاني بهذه السنة لأنه هيكون فيه وعي تام واللقاح بإذن الله هينجح والناس كلها هتاخدوا داخل المملكة وفترة وهتنهروا كل حاجة هتفتح في السعودية وهتبقى كورونا من المودي بالنسبة لأمريكا الحقيقة شايفة إن الرئيس بايدن والرئيس ترامب السابق هيصبوا معارض صحيمة وما الاتنين شايفاهم في المستشفى وهيبقى فيه فوضى عارم ما في أمريكا ومظاهرات لسه مخلصتش في أمريكا ومشاكل كبيرة في الاقتصاد وبالرغم من جهود بايدن الخارجية لكن فيه شيء هيبقى موجود في قلب الداخل بالنسبة لإمارات فيه مزيد من العفو وخصوصا للسجناء من شهر رمضان وما بعد رمضان لغاية العيد ولكن مش للكل وإعفاءات عن الضيون بحكمة الشيخ محمد بن زايد وفي دبي هنشوف فيها ازدهار اقتصادي والسياحي جبير مع انخفاض كورونا تدريجية أما عن الكويت برضو فيه إعفاءات لبعض المساجين وخصوصا في شهر رمضان من أمير الكويت وفيه محاربة لفساد قاتية لمحالة في الكويت والتغيير قاتي برضو على سبيل الحكومة والكويت عامة وفيه أشخاص لهم نفوس جوه الكويت هيكونوا وراء القطبان لسبب الفساد أما عن قطر بتقول إنها شايفة إعمار وتطور اقتصادي بحركة لافتة كبيرة في قطر وازدهار وألدا الفيز هتكون مفتوحة لدولة قطر لكل الناس وهيجي يوم في العالم الناس كلها هتنسى عن إيه كورونا وأتمنى خطر الفيروسات الجديدة أن تنتهي قريبا مثل فيروس نبع وبكده نكون انتهينا من توقعاتها للدول العربية أو لبعض الدول العربية أتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم التوقعات والفيديوهات أول بأول ولو أعجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس شكرا لو استنونا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الأخبار